موسيقى نبدأ تجولنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الشرق الأوسط التي نقرأ منها واتساب تتيح تتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي قدم تطبيق المراسلات الفورية واتساب إحدى المزايا التي كان ينتظرها المستخدمون بشدة وهي معرفة مواقع أصدقائهم لحظيا الميزة الجديدة تدعى Live Location تسمح للمستخدم بمشاركة موقعه الجغرافي لحظيا بالزمن الفعلي مع الشخص الآخر الذي يتحدث معه ونطالع مشاهدين من صحيفة الرأي الكويتية علماء يدعون إلى زراعة مزيد من الأشجار لمكافحة التغير المناخي جاء في تفاصيل الخبر أظهر دراسة دولية أن زراعة الغابات وغيرها من الأنشطة التي تسخر قوى الطبيعة ربما تلعب دورا كبيرا في الحد من آثار الاحتباس الحراري وفقا لاتفاق باريس المناخ المبرم في عام 2015 من صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين اخترنا لكم تحذير هام شبكات الواي فاي تعرضت للاختراق ذكرت الحكومة الأمريكية أن تكون شبكات الواي فاي قد تعرضت للاختراق إذ تبين وجود مشكلة مع معيار وايب تو المستخدم في كل شبكات الواي فاي تقريبا ما يعني أنه من المحتمل أن أي شبكة يتم استخدامها حاليا يمكن اختراقها صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم يوتيوب نجحنا في إزالة 83% من الفيديوهات الإرهابية دون مساعدة المستخدمين أعلن موقع يوتيوب أن تكنولوجيا الإبلاغ عن المحتوى المدمجة بخدمته أصبحت الآن جيدة بما فيه الكفاية إذ ساعدت الموقع على إزالة الفيديوهات غير المناسبة قبل إبلاغ المستخدمين عنها وختاما مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية منظمة صحة العالمية انتشار كارثي لأمراض السرطان بزيادة 70% تنبأ ممثل منظمة الصحة العالمية بانتشار غير مسبوق لأمراض السرطان في العالم وزيادة عدد المصابين بها بنسبة 70% في السنوات القليلة المقبلة وقال مختصون روس في أمراض السرطان إن شخصا واحدا تقريبا من كل اثنين سيصاب بالسرطان بشكل أو بآخر قريبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة